تعالوا نروح بقى للجمال والحلاوة والدلع والطرب والمتعة والسلطنة والغنى اللي بجد والطرب اللي بجد والفن اللي على حق وكل حاجة زي ما الكتاب بيقول وزي ما نتمنى انها تبقى طول موجودة كل اللي احنا قلنا ده ينطبق على علي الحجر علي الحجر انا بقوله لانه القيمة الكبيرة مش محتاجة تقديمه ولا القاب قبليها هو علي الحجر وكفى لكن طبعا لازم نقول قبليها الفنان الكبير القدير المحترم الخلوق علي الحجر علي الحجر كان عنده حفلة غنائية يوم الجمعة اللي فات اعتقد في الجامعة الامريكية في قاعة ايورت وحضرها عدد من الاعلاميين ومن الشخصيات العامة ومن الجمهور ومن كل اطياف المجتمع وكالمعتاد ابدع وامتع كالمعتاد ابدع وامتع للاسف للاسف انا كان عندي ارتباط وإلا كنت عبقى موجود في هذه الحفلة لان انا من عشق علي الحجر الانسان قبل علي الحجر الفنان انا عرفه معرفة شخصية ومن عشرات السنين حاجة كده بلسم ونسبة هوا نسبة هوا طيرة تلطف ولا تجرح ده على المستوى الانساني والتعامل اما على المستوى الفن والجنى والطرب والاغاني فانتوا عارفين سواء الاغاني العظيمة للخالدة في الفن المصري او واللي انا بعتبره واحد من اهم من غنى تترات المسلسلات خصوصا في التمينات والتسعينات اللي تعتبر جواهر كلاسيكية خالدة حتى الان كلنا منتغنى بيها بما في ذلك الاجيال الشابة والصغيرة اللي ودنها عرفة تفرق ما بين الصح والغلط فتسمع الحاجات الجديدة دلوقتي بس تقولك هو ده الاصل وعلى الاصل دور اللي اسعدني جدا 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 كمان ان الدولة دلوقتي بقت مهتمة بالقيم اللي موجودة في مجتمعنا وفي حياتنا الفنية زي علي الحجار كده وبالفعل نيفين الكلاني وزيرة الثقافة المصرية استقبلت الفنان الكبير علي الحجار واتفقوا سويا على تنفيذ وتفعيل مبادرة علي الحجار او مشروعه الفني اللي موجود في دماغه وبقاله سنين طويلة جدا اللي اسمه مئة سنة غنى علي الحجار هيطلع كل الطرب وكل الحلاوة وكل الجمال اللي جواه كل الجمال اللي جواه في هذا المشروع اللي هيتعمل بالتعاون مع وزارة الثقافة علي الحجار لابد ان نعطيله قيمته ولازم الدولة والناس يقدروا لان المشوار الطويل اللي قضاه في خدمة الفن والوجودة الاصيل لا يستهم به خصوصا ان انا اعتقد ان علي الحجار تحديدا من القليلين اوي 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 اللي مضحاش بفنه من اجل حاجات تانية جالوا في فترة اغراءات انه يغير اللون ويتماشى مع لبزات اللي حصلة والمهرجانات اللي حصلة والدربات دوت تي والدربات تتو في مقابل فلوس يمكن اكتر وانتشار اكتر وشهرة اكتر وكذا لكن الراجل الحقيقي قال انا مش هجني غير اللي تعلمت ان هو الغنى ومش هعمل غير الطرب ومش هقدي ودائن الناس حتى لو جاب لي فلوس فهو ضحى بنجاح شخصي وبفلوس وبشهرة في مقابل انه ظل فارسا في ميدان الغناء والطرب اشتركوا في القناة